أما الآن مشاهدين فإليكم آخر أخبار الاقتصاد وعلى عيد مساء الخير عنا؟ مساء الخير وفاة شكرا مساء الخير مشاهدين إليكم النشرة الاقتصادية من قناة سما والبداية بالعنوين مصرف سوريا المركزي يحدد سعر الصرف للحوالات والصرافة بـ 8200 ليرة للدولار الواحد رغم الإمكانات غير المستغلة الاقتصاد الأزرق يضيف 83 مليار دولار سنويا للاقتصاد العالمي موسيقى أهلا بكم حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8200 ليرة هذا وتصدر عن المركزي نشرة غرضها التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية وكان المركزي حدد قبل أيام سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8150 ليرة للدولار بيّنت إدارة مصرف التسليف أن الفريق التقني يعمل على برمجة منظومة جديدة لترى النور خلال أقل من ثلاثة أشهر متحدثة عن خدمات إلكترونية متنوعة لعملاء المصرف عبر تطبيق خاص يعمل على أجهزة الموبايلة وأشارت إدارة المصرف إلى أن أبرز الخدمات التي ستقدمها المنظومة هي خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير الماء والكهرباء والهاتف إلى جانب إتاحة إمكانية فتح حسابات مصرفية إلكترونية غير محددة بمبلغ وفيما يتعلق بالعمولات التي سيحددها المصرف لقاء الخدمات لم تخفي الإدارة أنه سيتم فرض عمولات ولكنها بسيطة وهي أقل بكثير من المطبقة على الخدمات المصرفية التي يحصل عليها العملاء بشكلها المتعارف عليها ترأس وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي اجتماعا للجنة المركزية لتسويق القمح تم خلاله بحث التسهيلات المقدمة للفلاحين وتذليل الصعوبات التي يمكن أن تواجه عملية التسويق الوزير أكد تقديم كل التسهيلات الممكنة لاستلام أكبر كمية من القمح كونه محصول يرتبط بالأمن الغذائي وتسخير كل ما من شأنه خدمة عملية التسويق وذلك من خلال العمل التشاركي والعمل بعقل مؤسساتي وتم خلال الاجتماع الاتفاق على استلام الأقماح من الفلاحين في الرقة ودير الزور وإدلب على الهوية الشخصية أصوة بمحافظة الحسكة أكدت المؤسسة العامة للصناعات الهندسية نقيمة الانتاج الفعلي في الشركات التابعة لها تجاوزت 38 مليار ليرة خلال الربع الأول من هذه السنة في تطور ملحوظ عن الفترة نفسها من السنة الماضية والذي بلغت 39 مليار ليرة هذا وتم تحقيق قرابة 90 مليار ليرة من مبيعات المؤسسة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري عن نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 42 مليار ليرة وذلك ترجمة لمحاولات زيادة العائدية الاقتصادية للمؤسسة دعما للاقتصاد الوطني رغم كل الصعوبات التي فرضتها الحرب عالميا ووفقا للبنك الدولي يضيف الاقتصاد الأزرق نحو 83 مليار دولار للاقتصاد العالمي سنويا وهو رقم قابل للزيادة هذا فيما يتوقع الاتحاد الأوروبي أن ينمو الاقتصاد الأزرق العالمي بشكل أسرع من الاقتصاد العام فما هو الاقتصاد الأزرق؟ يدور الاقتصاد الأزرق حول الاستخدام المستدام للموارد المائية والحفاظ عليها لقيادة النمو الاقتصادي وتحسين سبول العيش وخلق فرص العمل حيث يساهم سكان المناطق الساحلية بشكل كبير في الاقتصاد العالمي بما يقدر بنحو تريليون ونصف دولار سنويا وتشير التوقعات إلى حوالي ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام 2030 وبحسب الخبراء فهناك إمكانات هائلة غير مستغلة لمصادر الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك المصادر الراسخة مثل الرياح البحرية فضلاً عن التقنيات الناشئة والتي يمكن أن تساهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والكهرباء بتكلفة أقل وتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة فعن إمكانات طاقة الرياح وبالأرقام تعد عالية بشكل خاص في دول شمال أفريقيا حيث تقدر إمكانات طاقة الرياح فيها بما يزيد عن 34 مرة عن تلك الموجودة في دول شمال أوروبا وتعتبر مصر رائدة إقليمياً في بناء مزارع الرياح حيث تبلغ قدرة أكبر مزرعة رياح فيها بنحو 545 ميجاوات في الزعفران وبالانتقال لمصائد الأسماك وحسب الأحصائيات في بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط تمثل 59% من إجمالي العمالة وبالمثل يمثل البحر الأحمر وخليج عدن مصدراً رئيساً لصبول العيش فيها أما التجارة البحرية فتلعب دوراً رئيساً وفقاً لمؤشر أداء ميناء الحاويات العالمي في المنطقة حيث يتم نقل ما بين 80% و90% من التجارة الدولية عبر الوسائل البحرية بما في ذلك ناقلات الحاويات وناقلات النفط والكيمويات تمثل هذه الأنواع من السفن معاً 20% من الأسطول العالمية كما تشير التقديرات إلى أن حوالي 80% من إجمالي السياحة تتركز في المناطق الساحلية ومن المتوقع أن تمثل السياحة ما يصل إلى 26% من جميع الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمحيطات في عام 2030 فالاقتصاد الأزرق لاعب رئيسي لاستدامة الثروات والمناخ العالميين وظهر المصطلح لأول مرة في عام 2012 في مؤتمر للأمم المتحدة حول التنمية المستدامة في البرازيل ومن الأهداف التي اعتمدتها الأمم المتحدة ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتي منها الهدف 14 الذي يسعى إلى الاستخدام المستدام والحفاظ على الحياة تحت سطح الماء علاوة على ذلك إن أهمية المحيطات في التنمية المستدامة تلقى رحباً واسعاً من المجتمع الدولي لما تلعبه من دور حاسم في الاقتصاد الأقليمي وقع الرئيس الأمريكي على مشروع قانون المسؤولية المالية لعام 2023 ليصبح قانوناً لتجنب التخلف التاريخي عن سداد الديون الحكومية هذا ويعلق مشروع قانون الذي اتفق عليه الحزبان حد الدين العام حتى الأول من كانون الثاني يناير 2025 ويزيد الحد إلى مستوى الدين الفعلي في الثاني من الشهر نفسه ووفقاً لبنك جولمان ساكس وهو بنك استثمار عالمي فإن إجمالية ديون الحكومة الفيدرالية الأمريكية سيتجاوز 35 تريليون دولار أمريكي وهو ما يعادل أكثر من 100 ألف دولار لكل مواطن إلى ذلك حذرت وكالة فيتش للتصنيف الاقتماني من خفض وشيك لتصنيف الولايات المتحدة على الرغم من إقرار الكونغرس مشروع قانون لحل أزمة سقف الدين السيادي وأعربت فيتش عن قلقها بشأن سياسة حافة الهاوية المتكررة وقالت إن المواجهات السياسية المتكررة حول حدود الدين وعمليات التعليق في اللحظة الأخيرة تقلل الثقة في الحوكمة فيها فيما يتعلق بالمسائل المالية والديون ختام الاقتصادية شكرا لكم على المتابعة وعودة إلى وفاء شكرا لكم على المتابعة